هرمون الأكسوتوسين اسم علمي قد لا يثير اهتماما كثيرا ولكنه يجذب الانتباه إذا عرفنا أنه الهرمون المسؤول عن دفء العلاقات الإنسانية والحب والحنان هو هرمون يفرزه جسم المرأة بنسب عالية خلال فترة حملها وبعد تحولها إلى أم أبحاث علمية أجريت مؤخرا وركزت على دوره في العلاقة بين الأب وأبنائه أظهرت أن الهرمون يمكن أن يساعد على علاج عدد من الأمراض النفسية مثل التوحد والفصام وحالات الاضطراب النفسي تقول الدراسة أن حقن الرجال بكميات قليلة من أكسوتوسين أدت في المقابل إلى ارتفاع أدائهم الأبوي وعندما ترتفع نسب أكسوتوسين في الدم يصبح الإنسان أكثر إقبالا على إظهار مشاعره عن طريق العناق والحنان واللعب مع أطفاله والرد على مطالبهم بابتسامة وخلصت الدراسة إلى أن شعور الطفل بوجود الحب والحنان بسبب زيادة نسبة الهرمون له أثر إيجابي على سلوكه وشخصيته وقدراته على تخطي عدد من الأمراض النفسية